السلام من الله عليكم أيها الأصدقاء ومرحبا بكم في هذه القناة نعم إن القناة مخصصة لدروس مادة علمي الحياة والأرض والدرس الأول الذي سنبدأ بينه هو درس الجهاز العصبي وبالضبط فقرة التحركية الإرادية المخصصة لتلاميذ الثالثة يعداد بالدورة الثانية النشاط الأول نقترح عليكم النشاط الأول إذن على برقة الله إذن سنتطرق خلال هذا النشاط إلى التحركية الإرادية وقصد التعرف على أهم العناصم وتدخل في تحرك الإرادية تم إنجاز تجارب القطع والإهاجة بمعنى عظم دير القطع ثم الإهاجة على ثلاث ضفادع هنا نستعمل الضفادع لأنها أسهل الكائنات الحية في دراسة الجهاز العصبي إذن نتائج هذه الضفادع نتائج هذه التجارب على الضفادع ممثلة في الجدول الجانب نبدأ بالسؤال والكي يقولنا ماذا تمثله؟ لهاجة بالنسبة للضفادع إذن تجارب المنجزة نشوفه بمزيان دائما فاشمعون الجوال هذا النوع الأسئلة يجب أن نشوفه وأن تكون هناك ثقة الملاحظة في ملاحظة المعطيات لأنه في مدات علوم الحيث والأرض المعطيات تكون دائما تحمل إجابات وأي تلميحات للجوال إذن تجارب المنجزة كتبيننا إهاجة الباحة الحركية اليسرى عند ضفدع رقم 1 سليمة بطيار دو شدة ضعيفة النتجة محصلة في هذه الجريبة هي سحب الطرف الخلفي الأيمن إذن بما أن الإهاجة كانت فعالة على مستوى الباحة الحركية اليسرى وأدت إلى سحب الطرف الخلفي الأيمن هذا يعني أن الإهاجة التي تم تطبيقها للباحة الحركية لضفدع عبارة عن تيار دو شدة ضعيفة وهو بمثابة سيالة عصبية حركية وهي إشارة كهربائية تمتل رسالة تنشع على مستوى الباحة الحركية وترسل إلى الأطراف لكي تتحرك السؤال الثاني يقول حدد من خلال نتيجة التجربة واحد مصدر حركة طرف الأيمن بما أن الإهاجة في الباحة الحركية اليسرى أدى إلى سحب الطرف الخلفي الأيمن إذن حركة طرف الأيمن ناتجة عن توليد ماذا؟ نعم سيالة عصبية حركية على مستوى الباحة الحركية اليسرى السؤال الثالث يقول حل النتائج هذه التجارب إذن سنبدأ لدينا أربع تجارب نبدأ دائما بالتجربة الأولى تجربة الأولى تبين أن الإهاجة في الباحة الحركية تؤدي إلى حدود سحب للطرف الخلفي الأيمن إذن هذه التجربة هي تجربة شاهدة لم نقطع شيئا فقط قمنا بالتهيج إذن هذه التجربة شاهدة وتبين أن الباحة الحركية هي المركز العصبي نعم المركز العصابي المسؤول عن توليد سيال العصابية الحركية التجربة الثانية نستعمل نفس الضفدع رقم واحد لكن هنا نقوم بتخريب النخاء الشوكي لهذه الضفدع ثم نهيج الباح الحركي ليسركها التجربة السابقة لكن في النتيجة المحصلة نلاحظ أن الطرف الخلفي يبقى ممددا طرف الخلفي الأيمن يبقى ممددا هذا يعني غياب الحركة أي إصابة الضفدع بالشلال إذن في تجربة الثانية التخريب النخاء الشوكي يؤدي إلى إصابة الضفدع بالشلال رغم الإهاجة مما يعني أن النخاء الشوكي هنا ضروري لفتح حركية إيرادية لاحتوائها على ماذا؟ لاحتوائها على ألياف عصابية ناقلة للسيال العصابية الحركية تسمى ألياف عصابية حركيا التجربة الثالثة إذن تجربة الثالثة سنتستعمل ضفدعة أخرى ستكون سليمة لأن الضفدع الأولى قد تم تخريب نخاعيها الشوكي إذن هنا نقوم بتشريح الطرف الخلفي الأيمن عند الضفدع الثانية سليمة ولكن لاحظوا معي سنقوم بقطع العصاب الوراكي ثم إيهاجة الباحة الحركية اليسرى النتيجة هذه المرة يبقى الطرف الخلفي الأيمن ممددا إذن في هذه التجربة قطع العصاب الوراكي وأدي إلى إصابة الضفدع بالشلال رغم الإيهاجة مما يعني أنه أن العصاب الوراكي سدخل في التحركية الإرادية ويلعب هنا دور موصل للسيال العصابية الحركية إذن يلعب دور موصل حركي ودوره نقل السيال العصابية الحركية من المركز العصابي اللي هو الباحة الحركية عبر النخاء الشوكي إلى العضلة التجربة الرابعة إذن سنستعمل ضبضعة أخرى رقم ثلاثة ستكون سليمة النخاء الشوكي والعصاب الوراكي لكن لاحظوا معي الوتر الذي يربط العضلة بالأيضاء مقطوع وبالتالي اللي هاجع على مستوى الباحة الحركية اليسرى يؤدي إلى تقلص العضلة مع غياب الحركة إذن العضلة تتقلص هذا يعني أنها توصلت بالسيال العصابية الحركية التي تم تولدها على مستوى الباحة الحركية اليسرى إلا أن هذا التقلص لا يؤدي إلى إنجاز حركة هذا يعني أن ماذا؟ نعم طبعا هذا يعني أن الحركة من أجل إنجاز حركة يجب أن تكون العضلة مربوطة بالعظام بواسطة الأوطار حتى تمكن العظام من التحرك وبالتالي تحرك الأطراف إذن نكتب قطع وطر العضلة يؤدي إلى غياب الحركة رغم تقلص العضلة أي أن العضلة هنا مسؤولة عن إنجاز الحركة فهي تلعب إذن دور المستجيب الحركي ويجب أن تكون سليمة ومرتبطة بالوطر ماذا تستنتج؟ السؤال الرابع ماذا تستنتج من خلال هذه التجارب؟ للإجابة عن هذا السؤال دائما للإجابة عن السؤال لاستنتاج نرجع إلى الهدف من إنجاز التمرين كان الهدف من إنجاز التمرين هو الكشف عن أهم المكونات أو العناصر المتدخلة في إنجاز الحركة الإرادية توصلنا إلى أن الحركة الإرادية تتطلب تدخل ثلاث عناصر وهي كالتالي أولا الدماغ أي البحر الحركية وهنا يلعب ضوء المركز العصابي المسؤول عن توليد سليالة العصابية الحركية والنخاء الشوكي والعصاب الحركي هي عبارة عن موصلات الحركية والعضلة التي هي مستجيب حركي التي تستجيب للسليالة العصابية الحركية وذلك بتنفيذ الحركة مرحبا بكم وسنلتقي في مقاطع أخرى من هذه الدروس تحيي لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر